انا شاب عندي كزا سنة شغال في التوزيع وشغل خاص ولكن بقى في الساعة رجليه انا خاطب من سنة وانعارف خطبتي من قبل خطوبة بسنتين لكن حاسس بضغط نفسي اهل خطبتي بيعملوا مشاكل كتير معايا من وقت متخطبنا كل محاول ابعد خطبتي تيجي تعتذرلي وتقول يخليك معايا ما تسبنيش في فرق في المستوى ما بيننا وعشان كده هم حاسين اني طمعان فيهم يبقى واضح ان هم اللي اعلى شوية انا مشتري شقة في الانشاء واستلمها تلاتة وعشرين وهم عارفين كده وفي يوم خطبتي تعبت شوية وراحت للدكتور وبعد ما رجعوا قالوا لي الدكتور بيقول لك لازم تتجوز في خلال ستة شهر لان بعد كده نسبة الحملة هتبقى ضعيفة لان جدار الرحم سميك ومن بعد ما اهلها ما كانوش عايزيني بقم بيقولولي هنوضب لك قوضة عندنا في الشق وتتجوز عندنا لحد ما شايتك تخلص وبراحتك حاسس اني مش فهم حاجة ومضغوط وفي يوم كلمتني واحدة انا كنت هخطبها قبل كده بس ما حصلش نصيب وحسيت احسيس لخبطة واعتعت معاها على طول علشان حسيت اني كده بكون خطبتي لكن انا متلخبط للأسف اخر سطر البرينتر مسحه طيب على قد ما فهمت هو بص اكيد هما راحوا الدكتور حسيت بمغس او اي حاجة بناتي كده فلما راحوا الدكتور وعمل صنار وعملوا بعض التحاليل قالوا لا دي الرحم بتاعها رفيع او سميك وتفر يعني الدكتور قال ايه ولازم تلحق في الفترة اللي جاية تجيب بيبي وإلا هتبقى فرص فانت تلخبط انا عاوزك تتحرر من التوتر والضغط اللي انت فيه وتقيم الموضوع لو البنت انت مرتح لها فعلا وهي مرتح لك وحاسن كنتوا الاتنين هتبنوا بيت لربنا وهم بيتعجلوا عشان يلحقوا الفترة دي ما هم اهل لازم كانوا يعملوا كده لان شافوا بنتهم فرصتها في الانجاب ضعيفة قوي محدودة بفترة قليلة بس مش معنى كده انك تضغط وتتوتر لان في يوم الايام تقول انا ما كنتش حاوز اتجوز اهلك اللي ضغطوا علي او ممكن تقول انتو ضحكتوا علي وكلفتوني ما انا عارف بقى اللي بيحصل بعد كده اصلا عشان انا بشوف اللي بيحصل بعد كده عادة ده بشوفه كدير فعلشان كده انا مش عاوزك تبقى مضغوط اهدأ خد خلوة في دير يوم واثنين ارجع لأب اعترافك كلم اسرتك صلي بهدوء واخد قرار هادي حتى لو انت خدت قرارك مش قدر تكمل خلاص ده قرارك انت بصرف النظر لكن ما تخليش حاجة ضغطة لكن لو البنت بتحبك وانت بتحبها هي بنت كويسة ما ممكن يكون الظرف ده ربنا عمله عشان نعجل الجواز وبعد سنة لما تستلم شاقتك تنقل فيها زي ما انت عايز ده قرار يخصك انت انا بس بقولك تهدأ وما تتوترش وقوع تاخد قرار في حياتك تحت ضغط وتقول اصلا كنت مضغوط لا لو انت ناضج ما فيش قرار يتاخد تحت ضغط خد وقتك وخد قرار دي النصيحة اللي قدر اقول لها